تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي الأهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيادها الوطنية في يومي السادس عشر والسابع عشر من ديسمبر أحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية والذكرى السابعة والأربعين لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى التاسعة عشر لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وفيما يلي نص البرقية صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن أبعث لسموكم الكريم أسماء آيات التهاني والتبركات بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيادها الوطنية في يومي السادس عشر والسبع عشر من شهر ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية والذكرى السابعة والأربعين لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى التاسعة عشرة لتسلم سيد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم في المملكة وفي هذه المناسبة العزيزة نثمن عاليا جهود سموكم حفظكم الله وما بذلتموه من عطاء متواصل وإسهامكم في النهضة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتحقيق المزيد من المكتسبات للوطن والمواطن كما وأننا في هذه المناسبة نستذكر فيها شهداء الواجب في هذا اليوم الذي خصه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تخليدا لأرواحهم ووفاء لهم لما بذلوه من تضحيات لرفعة الوطن الغالي دعينا الله أن يمتع سموكم بالصحة والعافية وطول العمر وأن يديم على مملكة البحرين عزها واستقرارها ودمتم سموكم سالمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ببرقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي الابن العزيز الامير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد اطلعنا بالتقدير على برقية سموكم الكريمة المهنئة لنا بمناسبة احتفالات البلاد بذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة كيانا عربيا اسلاميا في عهد المؤسس احمد الفاتح عام 1783 ميلادية والذكرى السابع والاربعين لانضمامها لمنظمة الامم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى التاسعة عشرة لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد وانه ليسرنا في هذه المناسبة ان نعبر لسموكم عن شكرنا لما تضمنته برقيتكم من مشاعر وطنية نبيلة نعتز بها كثيرا مؤكدين تقديرنا لما تولون بذله من جهود مخلصة اسهاما فيما نسعى اليه جميعا من نهضة وتقدم لوطننا الغالي سألين المولى عز وجل ان يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء